اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالنسبة للمحرك 6 سندر سعة 3500 سي سي توربو اما بالنسبة للمواصفات او الاكسسوارات الخارجية طبعا الشباك الامامي يجي به تطعيمات بالنيكل اربع حساسات امامية عندنا اطارات مقاس 20 انش الامنيوم اشارة بالمرج الجانبية مع قابلية الطين المري كهربائيا وايضا تطعيمات بالنيكل مع دخول زكي بواسط البصمة لجميع البيبان الاربع بيبان بالنسبة للدوسة الجانبية تيجي متحركة وهي فتحة البيبان طبعا اخوان هذا فئة المتد الفول هذا الشكل الخلفي مالتها اضاءات تيجي خلفية LED اربع حساسات خلفية عندنا سبيدر خلفي مع اشارة ليزرية موجودة بالوسط وايضا الصندوق الخلفي يجي كهربائي السيارة سبع راكب ثلاث قطع تبريد موجودة على كامل السيارة تقدر تتحكم بهذا التبريد بواسط مقاعد الصف الثاني او من المقصورة الامامية عندنا من الجهة اليسرى التحكم بطين المقاعد كهربائيا بمجرد انك تضغط فقط ضغطة وحدة بالكوشن اللي حاله ينزل بالكامل هذا المقاعد الصف بالإضافة الى طين مقاعد الصف الثاني خلينا نرجع المقاعد الصف الخلفي ونشوف همينها اكودوقا موجودة هناك للتحكم بزاوية الميل مع الكوشنات الخلفية خلينا نرجع الكوشنات بالكامل ونتحكم بهذا الكوشنات طبعا موجود منافز USB باذا لدي بالنسبة للدواخر خلينا نشوف هذا بالنسبة للتحكم الخلفي بالزاوية الميل مالتها اخوان السيارة فول واحدة لواحد عندنا فتحة سلايت بانوراما على كامل السقف بالاضافة لمقاعد الصفف الثاني بتدعم خاصية التدفئة وهنا مكان التحكم بالتبريد المركزي في عنا منفذ USB و Type-C وايضا منفذ 150 فولت ايضا موجود اخوان اللي عنده سؤال او استفسار فينو يكتب لي بالكومنت حتى اني اجاوبه هذا الديزاين الداخلي ما السيارة هذا الديزاين الداخلي ما السيارة بالنسبة للجهة الامامية طبعا عنا خزن لوضعيات الجلوس جميع الجامات تجي اوتوماتيك وايضا التحكم بالمراية الجانبية يجي كهربائي هاي القبضة مع البيبان شكلها جديد عنا بالنسبة للكشنات الامامية كهربائية وبيها منفاخ للظهر بالنسبة لجهة السائق والسكن وايضا بتدعم خاصية التدفئة والتبريد طبعا عنا الدقمة ما للصندوق الخلفي الكهربائي التحكم بالتبريد وايضا عنا هنا الدقمة الموجودة هنا هاي للتحكم بدرجة علو او نصو الدع سمال بنزين خلينا يشوف يعني تريد مثلا تنصي الدع سمالتها تتنص الدع سمالتها هي والفرام ايضا موجود هذا المواصفات بهذا السعر طبعا حند بريك كهربائي تحكمات السيرن جهتين فول بالكامل بالنسبة للااتصالات الاوامر الصوتية كروس السرعة ايضا موجود عنا شاشة بلادي بتدعم نظام الابل كاربلاي تقدر تربط موبايلك نظام مساعدة على نزول السيارة مانع انزلاق رادار تحديد مسار وايضا اوتو هولد خلينا نشغل السيارة ونشوف اشارات الترحيب مالتها طبعا بيها نظام الجي بي اس هذا شي اكيد بالنسبة للتبريد الامامي بيه نظام الدول تقدر تتحكم بدرجة التبريد بين جهة السائق والسكن عنا تدفئة للستيرن هنا المكان بالكامل التحكم بالتبريد حتى بالنسبة لتبريد وتدفئة الكيشنات ايضا موجود شاحن ويرليس منفذ يو اس بي ومنفذ تايب سي جير موس اوتوماتيك عنا وضعيات القيادة خلينا نشوف وضعيات القيادة وستاذ ميلاد بالنسبة للامجي اتش اس فئة التروفي 15 توربو سعره دفترين و13 ورقوية الرقم اما بالنسبة للالفين توربو سعره دفترين و40 ورقوية الرقم طبعا عنا النورمال الطبيعي الايكو الاقتصادي عنا السبورت عنا مال السحب الجر مال الطرق الجبلية وايضا مال الطرق الصحراوية والطرق الثلجية هذا بالنسبة لوضعيات القيادة موجود ست وضعيات القيادة هنا عنا حاملات الاكواب هذا السويتش مع السيارة السيارة جدا راقية فخمة عملية طبعا كل الاتنا نعرف متانة سيارات الفورد والقوة مالتها هذا السويتش بيتشغيل عن بعد فتح الصندوق الخلفي هذا الديزاين الداخلي للسيارة طبعا عنا هنا منفس كهربائي 12 فولت السيارة ماشي 30 ألف كيلو متر السيارة ماشي 30 ألف كيلو متر امريكي ولكن مكفول من الضربة من الصبغ مكينة وقير سليم مية بالمية ما بيهم اي مشاكل طبعا الامراية الوسطية بتجي عاكس للضوء هذا بالنسبة للسيارة مالتنا اللي عنده اي سؤال او استفسار فينه يكتب لي بالتعاليك او فينه يتواصل ويا قسم المبيعات على ارقام الموجودة بالوصف وراح ينطيك كافة التفاصيل ان شاء الله طبعا بخصوص ايضا البيبان فينك تقدر تخلي عليها باسورد لحتى تدخل للسيارة او تفتح السيارة او قفل ما بالسيارة طبعا سلكك ايضا موجودة بالسيف فورد اكسبيديشن موديل 22 فئة الليميتد الفول مواصفات سعرها 6 دفاتر و 10 ورقات كامل 6 دفاتر و 10 ورقات كامل سيارة فول واحد على واحد خلينا نشرح عن سيارات اليابانية سيارة المتسوبيشي اكسباندر فئة الفول مواصفات طبعا ضمان ثلاث سنوات سيارة عائلية ياباني 7 راكب سيارة بيها متانة رزانة تبريدة ثلج مواصفات كل شراقي سعرها جدا مناسب ستخيز سيارة 7 راكب سعرها فقط دفترين و 5 ورقات واليوم كلها تناعرف اخوان سوق السيارات كله صاعد بالنسبة للأسعار مالتها ولكن هذا السيارة حاليا عايزبوت جدارته بالسوق طبعا بالنسبة المحرك 4 سلندر 1500 ولكن من نوع مايفيك ارقم محركات المتسوبيشي يللي ينطيق اداء محرك 2000 شنون المكينة 1500 توربو تنطيق اداء محرك 2000 وممكن اقوى وهذا نفس الموضوع ولكن هذا من نوع مايفيك ليس محرك توربو ينطيق قوة للمحرك واقتصادية بالوقود بنفس الوقت بالنسبة للإضاءات طبعا الإضاءات تجي LED عندنا بلاجكتورات أمامية وكشافات ضباب أيضا بالنسبة للألوان موجود اللون الأحمر وإن شاء الله مع الأيام رح يوصلنا جميع الألوان فينا تتواصل ويا قسم المبيعات وهنا رح ينطوك هذه التفاصيل عندنا بالنسبة للإطارات مقاس 16 إنش ألمنيوم باللون الأسود إشارة بالمرأة الجانبية قابلية طيل مري كهربائية طبعا مكان المري الموجود على البيبان بهذا الطريقة يخفف من الضجيج أثناء سير السيارة تبريد مركزي موجود على السقف أربع قطع على الجهة الخلفية طبعا هذا التبريد منفصل عن الجهة الأمامية سيارة سبعة راكب حاملات الأكواب موجودة أحزام أمان سيارة فيها نعومة طصتها ناعمة سلسلة بالمشي حتى الستيرن ماله مو ثقيل خفيف وانت عد قود هذا السيارة تشعر بالمتعة بالنسبة للجهة الأمامية طبعا عنا الجامل السائق جي أوتوماتيك تحكمات ستيرن جهتين بالكامل بالنسبة للإتصالات الأوامر الصوتية كروس السرعة مسبت السرعة وأيضا التحكم بالمراية الجانبية جي كهربائي مسبت السرعة والتحكم بمستوى الإضاءة الأمامية طبعا شاشة وكاميرا خلفية هذا شيء أكيد وغير أوتوماتيك اليوم في نقطة تواصل ويا قسم المبيعات تحدد موعد للتست درايف تقدر أبل ما تشتري هذا السيارة بتقول أنا أريد أسوي تست درايف بهذا السيارة حتى شوف السيارة مالتكم شنو بيها آآ إيجابيات أو أشوف السيارة مالتكم نحن طبعا بالخدمة ما عندنا أي مشكلات قدر تحدد هذا الوقت ونطلع بيها تست درايف تشوف السيارة وأني متأكد لما أنت رح تطلع بهذا السيارة تست درايف إن شاء الله رح تعيش بك السيارة وبالنهاية هي سيارة ياباني سبع راكب وبسعر جدا مناسب ومنافس لجميع الشركات عنواننا اربيل تخاطع مخمور قبل شركة البيبسي اي سؤال او استفسار فيك تتواصلوا ايا قسم المبيعات على الارقام الموجودة بالوصف